صباح الخير مشاهدين وأهلا بكم محاكمة القرن ينظر إليها البعض بأنها سياسية بامتياز ويراه البعض الآخر بأنها محطة تاريخية ومهمة في مسار تحقيق عدالة تساوي بين الجميع وبغض النظر عن المواقف المختلفة منها وبعيدا عن الجدال الحاصل حولها فإن الجزائريين كانوا على موعد طيلة أربعة أيام من المحاكمة مع أرقام فساد لم تخطر ببال أي شخص أو مواطن آخر قبل هذا التاريخ وكانوا على موعد مع وقوف رجالات النظام السابق الواحدة والآخر أمام القاضي لاستجوابهم فمنهم من كان يضع يديه على رأسه ندما على ما فعله وهناك من توسل القاضي بأن لا يضعه في السجن طوال حياته وهناك من كان يقول بأنه بريء وراح يبرر للقاضي عن أفعاله في الماضي وبعيدا عن محاكمة إعلامية لهؤلاء أو عن التشفي فيهم وفي الحال الذي وصلوا إليه لأن قرينة البراء محفوظة ولكن أليحق لنا هنا أن نسأل من الذي فوت على الجزائريين فرصة تحقيق إقلاع اقتصادي وتنويع الاقتصاد الجزائري خارج الريع البترولي من الذي زرع فقافة اليأس والقنوط في نفوس الجزائريين ومن الذي عمق من الجهوية والعنصرية والتفرقة بينهم من الذي شجع أيضا شبابنا أن يرمي نفسه في البحار وفي الوديان وشجعهم على الهجرة غير الشرعية والحرقة وغيرها من الذي وعد معسكر بأن تصبح مثل كاليفورنيا وحالها الآن لا يقل سوءا عن حال إفريقيا ومن الذي وعد أن تكون ورقلة مثل وهران وحالها الآن لا يخفى عن أي إنسان ويحيى الذي كان يقول اسألوا الشعب الجزائري أين ذهبت الألف مليار دولار خرج الشعب ذاته بالملايين يجيبه بأننا لا نعرف أين ذهبت الأموال ولكننا نعرف أن عائشة وعياش ماتوا بسبب الإهمال ونعرف أن اقتصادنا وسياستنا وثقافتنا هي الآن في أسوأ حال والرياضة أيضا نستثني منها إنجاز بالماضي الأخير فإنها لا تختلف في السوء عن أي مجال ترجمة نانسي قنقر